في مواغف قاعدة على مستوى الشارع السوداني خلت مواغف لجان المقاومة الليلة من القضية بتاعة الربعة الدعم عملته الحكومة والخلافة القاعدة على مستوى الشارع والخلافة الليلة لجزء رافض لربعة الدعم وجزء مؤيد عملية ربعة الدعم ده الخلافة الكبيرة القاعدة على مستوى كل المقاومات التباين أساس هذا الغياب أو ربما هذا التباين هو انقسام داخل لجان المقاومة فيما يخص رفعة الدعم طبعا موجد دي انا بالنسبة لي الإختلاف في مجمرة للقضاء القاعدة على المستويات السحية السودانية خلال الاختلاف ده انا بشوفه شي طبيعي قاعدة على المستويات المغاومة انه يكون في مكون شايف انه هم عربع الدعم في مكون شايف انه عربع الدعم Gameoga ممكن يخلق عملية بطاعة معارجة الأزمة الاقتصادية السودانية دي كان السوب الرئيسي لأحداث القاعدة على مستويات الشارع السوداني لشين احنا نقدر ننغش القضية بشكل بشكل الكبير بعد ذلك الأحداث القاعدة على مستوى الشارع نحن كاليام مغاومة نشوف أن المتاريس القاعدة الليلة على المستوى الشارع السوداني المتاريس نحن كنا بنستخدمها الفترة اللي قاعد فيها النظام البيت عشان نحن بنفسنا في المغام اللول لأنه كانت فيها أجهزة أمنية قاعدة وأجهزة ضمعية نحن كنا بنخط الترزي على سنو نعطل عملية الحرقة بالنسبة للأجهزة العمنية عشان ما تصلنا بالشكل السريع لكن أنا بشوف أن الفترة الحالية في مساحة بتاع الحرية بالنسبة للأجهزة نحن نشوف آليات بديلة بالنسبة للأجهزة أن نحن نقدر كيف نحقق مطالبنا نحن ندارينا كل إجهزة مغاما في وسائل بديلة ومبتكرة ممكن تكون بالنسبة للأجهزة مغاما للجالية ممكن تكون خيار بالنسبة للأجهزة لكن خيار التروس هو الخيار الليلة القاعد في الشارع طلعت جزء كبير من لجال المغاما برات نفسها من الموظف القاعد على مستوى الشارع أنه وصلت لعملية بتاعت نهب المواطن قاعد تضرر من العملية دي يعني إحنا لما نطلع عن الثورة ما كنا بي عشان نضر المواطن بقدر ما إنه نحن دارين نحقق ثورة تحقق نجاحات على المواطن السوداني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة